السلام عليكم شباب برجعنا مرة تانية عن فيديو جديد من فيديوهاتنا في الفيديو زه اتكلم فيه عن هذا الفيديو الاخير ان شاء الله في البلدس بلاي نقرر ان نبكي تكلم عن البلدس بلاي كالبراين او خاصة البلدس بلاي بتاع السربر الهمسفير بلدس بلاي بتاع السربر الهمسفير بلدس بلاي بتاع السربر الهمسفير لازم تبعارف نوع بيوغادة بثلاثة آرتريز الآرتريز التلاثة الرئيسيين الى زكرتون المرة اللي فاتت البستيروصيريب الارتريي والانتييروي سريبر الارتري والمي PSAT كان هناك في النطق Head المنطقة هكذا اسمها Bosterior Perforated Substance وفي المنطقة النطق Audio هذه المنطقة متحقبة وهذا تختار 커리ان ومن المنطقة فتظهر السبسنسيبتات البرين كأنها مناقق متعقبة بالفزلز اللي داخل فيها فعليك تعال باكلمني على التلاثة فيزلز دول كده اللي هما الانتيريور والميدل والبستيريور هتعرف من كل واحد انهم بيغزيين يغزي كورتكال بيديني كورتكال برانش يعني يغزي السيريبرال كورتكس من الخالي وبعد كده يدي دي برانشز تدخل للسيرميسفير من الداخل اللي نسميها السنترال برانشز يجب علي عندي نوعين من البرانشز كورتكال برانشز والسنترال برانشز كورتكال برانشز تزيز لكورتكس من باره السنترال برانشز تدخل داخل الد sareك identifier البرين الم tau تعال بjour有沒有 تعال sort of annexing, Wissenschaft because of an anterior cerebral artery وبينشأ مكان بزبط على اللات الأسفاق أو عند anteriorroperforated substance هي فين anteriorroperforated substance المفروضة anteriorroperforated substance تقوم موجودة في الموضوع جنبها تقوم موجودة مضيطة الانسولا فهو بينشأ تحت anteriorroperforated substance في الموضوع هذا الارتري اسمه الانتيريور سيربرال او الاشياء تب sponsor نشأ Lateral Optic ماشى ماشي ما بين الانتيريور سيربرال الماسفير والانتيريور الانتيريورث الانتيرير السيربرال ما بين الانتيريور ماشي في المنتصف الانتير 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 الانت يصل للسفلينيوم الجزء الأخير ده كده يقوم الحارف أبورد قدام البارايت واكسيبتال سالكس أو البارايت واكسيبتال جروف بعد كده يبنى اديلي البرانشات بتاعه البرانشات بتاعه تتمشي ازاي بقى بص كده البرانشات بتاعه يبنى البرانشات اللي طلعي فوق دي كده هتلفلك على السفير والترسيركس تده تظهر من هنا كده الوضع اللي انا برسيمه ده مهم جدا عشان هيعرفك وبيغزي الكورتكال بيغزي من الكورتكس تده وط شايف البرانشات اللي نزلت هنا كده لما تنزل لها تظهر فيها تظهر على الوربتال بورتباع الانفيريو سيرفس فالك اتلاها تظهر لك هنا كده تلت بس طيب كده انت طلع في منه من فوق هينزل منه من تحت اوه ينزل منه من تحت تلت بس كده يدي شوية الورفلية سيرفسر يمشي على الكوربوس كالوزن بالشكل قدامك كده يقول غزي تعليميا الكوربوس كالوزن عادة اخر جزء فيه هو جزء الاسبليم جزء الجزء نسأل جزء كده كنت اسم ليه كنت اسم ليه يفصل ما بين الانتيريور العتغل بانتر غزة الكورتكال برانشز واخده على البيديال سيرفز واخده البيديال سيرفز بتاع السيربول ميسفير لحد ما يصل لبرايت اوكسيبتال سانكس وظهر جزء منها كمان على الاترال سيرفز او سبيرولاترال سيرفز واخده بس 1 انش حته العلوية دي كده 1 انش من السبيرولاترال سيرفز على الوربتال بورت تاع المفيرول سيرفز واخده حته صغيرة جدا بنسميها ميديال ثار فتعال كده ارسم لك الاجزاء اللي هو بيغزيها بيغزي كل الجزء الان اعمال باللوم الأخمار وينده هنا واخده ديال ديالك الان في رسيرفز ديالك طبعا لا ترال سبيرولاترسيرفز على القسكلا واخد انش واحد بس طبعا بدول بنسميهم ايه البرانشات اللي هي مغزية جزء من السيرفن الكورتيكس الصفة الخليجة لك بتسميهم كورتيكالبرانشيس بعد كده بانشة عندي مجموعة تانية من البرانشيس بنسميها السنتر البرانشيس طبعا لا ت everlasting log باشار لي تهاز على البرانشيس بتقول لك تأتي الكلم علي البيزيل جانجليا بتغزي ايه من البيزيل جانجليا ايобраз تغزي ايه من الانانترن الكابسولي بتغزي ايه من الانترن الكابسولي بتغزي ايه ان الانترن الكابسولي باشار لي لدي المرصب يبتغزي ايه من الانترن الكابسولي لو ي顧ت ذكر انه عندما استر مغزية الكامسول Mortal Gerlle Bguard بالأنتررن الكابسول68 تغزي عن يأخذ الانتيريور بورث بتاع الهيدل في كوديت والانتيريور بورث بتاع البيوترمن الاثنين مع بعض سواء كان الهيدل في كوديت او البيوترمن الاثنين مع بعض يطلق عليهم كلمة كوربس رييتا كوربس كوربس رييتا الاثنين دول فانا هراجع اعمل كده اعملك مربع باللون الاثمر كده وقولك ده الانتيريور سيريور شو ما انا عودش انتم طيب انا كده وريتك الكوربس غزة ايه؟ غزة بالكابل لحد موصل وجات على وجات على وجات على الانفيريور سيرفس خلات الميديا بتاع وعلى كده كده متغزي متغزي الكوربس بتاعه ايه هو الكوربس والبيوترمن معها طيب ده كان قال لك في بقى برانشز تاني قال لك مش هي ماشي فوق كوربس كل ما عادة جزء ما عادة جزء ما عادة جزء ما عادة جزء ما عادة طيب وانا قلت لك ان هو كمان كان الارتري مش بيضاق في حد النقطة دي كده كان الارتري بينزل كمان يعادة الكوربس كلوزوم ويغطي الحيطة دي الحيطة دي كنا نسميها السيبتم باليسيدام لو انت كنت الفيديو بتاع السيبتم باليسيدام فقالك كمان بينزل يغطي السيبتم باليسيدام ويغزي السيبتم باليسيدام هيدا دي كده بقى ايه بقى ايه بقى ده السيبتم كده ده ده لانتدير سيرول الارتري كما تكلمني عن ميدل سيرول الارتري بنفس المنطق ده كده بيانشع فين ميدل سيرول الارتري ده هاده كالملق ده واحد من الاتويترنال برانشز الانتيريوسيرل ده صغية و البرانشز كبير الاتويترنال برانشز بتوع الانتيريوسيرل بنشع بردولاترال الأوكيكي الزمت تحت الانتيريوسيرل الوحاجة أضعه وأضعه كم برده. هينشأ هناك في النقطة دي. ده كده المدلسيرفرلوارد. بيمشي فين قالك بص كده الجزء اللي هو نشأ فيه ده ده لطف الجروف. فقالك الجزء البداي بتاعه ده بنسميه استم بتاعت الجروف. بص كده هو لو نشأ نشأ هناكده. سمعين. نشأ هناكده. هيمشي في الاستم بتاعت الجروف. ما يمشي في الاستيمة دلوقتي هيطلع على فيبدأ يظهر له هنا كده. فقالك هو اصلا يمشي على الجنوب. ما بيبقاش ظاهر هو ماشي جنب الانسولة. ما بيظهرش منه او في يعني ما بيبقاش ظاهر منه غير شوية البرانشات اللي خارجة منه. ما بيبقاش ظاهر منه غير شوية البرانشات اللي بيبقاش ظاهر كده. فهوكا موجود هنا. فقالك اتلاقي بيدي برانش كده. ليه التمبرال لوب. وهو ماشي هنا كده. الجزة التاختي وهو مدي الجزة الباقي. اللاترال كوثر. لو مدي التمبرال لوب اللي هو ماشي كام. بعدين لما يجي على سفيرولاتر سيرفس يبدأ يدي سفيرولاتر سيرفس بهذا الشكل. بس كده. ده البرانشة بتاع. ما اقول لك هو بيدي البرانشات. ده كده الكورسي تاع. ده البرانشة تقول لك في كورتكا. البرانش كورتكا يعني يعني بيغزي الكورتكس مبارا. مش التركيب الداخلية. فلما تجي البسكرة هتلاقيه واخد كل السفيرولاتر سيرفس زي ما انت شايف كده. لحد ما وصل للبرايتوكسيبتال سلكس. أو البرايتوكسيبتال جروف معادل. معادل الانش الموجود فوق ده كده. لانه كان بيتغزى بس في الأنتيري سيرفس الارتي. وقال لك كمان هتسيب لي حتة صغيرة كده حز خفيف استفايا بصغير كده على الانفيريور بورت. حز الصغير ده كده. هتعرف بعدين ان هو بيتغزى بالانفيريور. سيريور سيريور سيريبر الارتري. طيب ده اول حاج. بالنسبة للاربيتال بورت. قال لك بيغزى اللاترال. وهتلاقي هنا جزء التيمبور البول بس. التيمبور البول اللي حتة الامامية دي جد. بيغزى التيمبور البول هي كبا. يعني هتمنى ان يكون السراط. تعال بقى كده. امرا مسلك الكلام ده. بص كده. يبقى كده. يبقى ايه هي الكورت كالبرانش ستاعته. واخذلك السوفيرولاتر السيرتس بالكامل. معادة الابر وان انش ومعادة الجزء اللي تحت الابر وان انش ده بيتغزى بالانفيريور سيريبر. والجزء اللي تحت بيتغزى بالبستيريور سيريبر. كل ما علامه هو تابح. كمان ده السيريبر. حد ما تصل البرايتوكسيب تلساركس على البرايتوكسيب تلساركس على الجروب. بياخد اللاترال تو ثيرد من اللاترال تو ثيرد من الأوربتال بورد. بياخد كمان التيمبرال دي. حتلي. تراكسي يعمل لي. ما اربع كده ولا اي حاجة. اعتقد ان الصور عاضح يعني. تقول لي ده. الميدل سيريبر. طب كده انت كلمتلي على الكورتك البرانشز. طب السنتر البرانشز بقى اللي داخل تغزى البريم من جوه. قالك السنتر البرانشز دي هتاخد البستيريور بورد. الانتيريور ليمبو بانتيرن الكابسول. الكلام ده اتشار حبل كده على كترك الانتيرن الكابسول. فلو انت نسيه ارجع. بتاخد الجيني. بتاخد معظم الوستيريور ليمبو. بتاع الانتيرن الكابسول. كمان بتاخد بقيت الكوروستريتر. بس ايده كده. والجوز ايده كده. ويفضل عندي صلة مساكلة وعناها كمان شوية هقولك الكوروستريتر دي بتغزى بيه. كده اتكلمتلك على الميدل سيرير الارتر. كما بينشأ فين الميدل سيرير الارتر يرلك بينشأ تحت الانتيريور فرويد سيريس على لاتر لصائي بتاع الووطيك كازمة. بينشأ هنا عند الستيم بتاع الاتر السيركس بيمشي فعلا في الستيم. وبعد كده يظهر على البستيريور ريموس بتاع الاتر الجروف. وهو ماشي بيبدأ يغزي الحاجات. ماشي على السيرير والاتر السيرفس بيبدأ يغزي كل السيرير والاتر السيرفس معادة ريم فوق وريم تحت. كمان بيغزي اللاتر التوثير بتوع الوربتال بورت بيغزي التنبر البول. ده بالنسبة للكورتيكال برانشز. لكن بالنسبة للبرانشز التانية اللي هي السنتر البرانشز. قالك ده بالغزي البستيريور بورتال انتيريور ليمب والجيني والبستيريور ليمب بتاع الانتيريور الكابسول. مع بقية الكوربة سترييتم اللي هي الأجزاء اللي مخدهاش الانتيريور سيريبر. طيب فضيلة اخر برانش معي. اللي هو البرانش بتاع البستيريور السيريبر الأرتري. ده كنا اقضينه على انه تار من البارانش البازيلر أرتري. بص كده. كان عندي البازيلر أرتري مش قدام البونز و بعد كده يديني اثنين بستيريور سيريبر الأرتري. فبين بينش عند الابر بارت بتاع البونز ككوينتينواشن او كلاست او تار من البارانش يعني للبازيلر أرتري. بيمشي ازاي بقى الكورس بتاعه على جيام الويندينج باك حواليا السيريبر البرانش. و بعد كده تخيل معي ان البازيلر أرتري ماشي قدام البارانش. و بعد كده تبص تلاقي البستيريور سيريبر الأرتري عماشي معاك. عمل ويندينج حواليا البونز. او سيريور الدونكري اللي هو الجزء بتاع الميت برين. طيب العلاء نفسه ماشي. كان عندي كده كالكراين سالكس كان في جزء بص كالكراين وجزء بري كالكراين سالكس. و بعد كده ما بيطلع بيلاقي نفسه ماشي تحت الاسبلين يمتع كوربوس كالروزم داخل البريك الكراين سالكس بهذا الشكل. بعد كده يمشي داخل البريك الكراين سالكس. كده يمشي داخل البريك الكراين سالكس بهذا الشكل. يبه هو بدأ كونتينيواشن للبازيلر على الأبربورت بتاع البونز. يمشي جنب السيربرا البدانكري اللي هو الحتة العلوية بتاع الميت برين. لقى نفسه تحت الكوربوس داخل البريك الكراين سالكس. تحت الاسبلينيون بتاع الكوربوس كالروزم. يتنقسم من البرانشيز واحد يمشي داخل البريك الكراين سالكس. تعال بقى وريني البرانشيز بتاعته وهو هيعمل اي يعني؟ خلك بص كده هياخد بقى الباقي الأجزاء الباقي. هي ايه الأجزاء الباقي؟ خدنا هنا جزء التيمبور اللوب ده. هيقوم هو واخد بقيه التيمبور اللوب. انا مكنتش خط السلمس. كنت خدت بس الجزء بتاع السيتم باليستا. هيقوم هو واخد السلمس. طيب انا كنت خدت كل الكوربوس كالروزم على الاسبليني. هيقوم هو واخد الاسبليني. طيب. حتى يعني بالنسبة برضو. ثلاثة مصر ياخد مقال هايبو ثلاثة مصر. عارف الميت برين اللي هو معدي جنبه لكده. هيقوم مغزي الميت برين بالمار. ما المشكلة هاي. انا كان عندي البرتبرا الارتري كان بيغزي المضل. وكان عندي البرتبرا الارتري كان بيغزي البونس. طيب. اللي يغزي الميت برين. يغزي الوستيروسيربرا. ايه المشكلة. طيب بص بقى شايف الوكسيبيتال لوب ده كده كل الجزء اللي موجود ورا البرتبرا الوكسيبيتال ثلاثة كله بكامل. نعيز بس اوصل الى الباكتور البريد ده بالنسبة الى نيجا لسيرفز بروحي على لاترل سيرفز اما هم الحاجات دي هتلف وتروح على لاترل سيرفز بص لاترل سيرفز شايف الرهم الصغير اللي كان موجود هنا ده على ايه بيزلز جاء له او ايه بيزلز جاء له هتنحرف وتلف على لاترل سيرفز في هذا الشكل فبص كده انا عايز اوارهولك انا عايز ارسمه هنا تخيب معايا كده ان افريل بازيلر ارتري موجود هنا كده هيطلع منه الوستيريو سيريبرال ارتري سيريو سيريبرال ارتري هيمشي بالشكل كده فالتالي الوستيريو سيريبرال ارتري بيدي البرانشات بزهره بهذا الشكل فعلى بقى يكلمني على البرانشات ايه الكورتيكال برانش قالك تعالى كده هتلاقي كل الوكسيبيتال لوب الكامل كل موراء البريد هتلاقي وصيلي على تنتوريال بورت بتاع الامفيريو سيرفز هتلاقيها واخد كل تنتوريال بورت معايا الجزء الخاص بالتنبور البول نفسه على السيريو الاتر سيرفز واخد الوكسيبيتال لوب بالكامل واخد استراب صغير جدا على الامفيريو بورت طيب ده تعالى كده نعلمه هنا ايه هي الاجزاء اللي باقي كل الاجزاء اللي باقي بس كده مابدين اه ده جزء ده اكسيبيتال لوب هنا وهنا الاستناب الصغير كل تنتوريال بورت فيما عادة الجزء ده الجزء ده بس تنتوريال بورت هنا بتاخد ايه تاني تعالى اجلمني على السنتر البرانش سألك السنتر البرانش هتاخد فيها السارمس ايه كده ما هي اللي باقي من الرسمة اللي كانت موجودة عدل هتاخد جزء الهايبوتراموس اللي موجود تحتها هتاخد جزء الميت برين ده هتاخد جزء الاسبلينيام خوربوس تلوز يعني واه مش هكذا عندك الاسبلينيام اكتبه لانو موود اصلا في الشرح الك but the anterior cerebral اخد كل الكوربوس تلوز معادة الاسبلينيام اللي بتغذى بالبوستيريال اقلت لذلك انها المرة بات لما كنت موجودة بيدي الكورويد البرانش أو الكورويد البليكسس بتاع الثارد بنتريك فانت ممكن تقولي بتعمل ده كده هنا. وتقول لي ده. وعشان بس افتكارها اخر حاجة بيد الخرويد عشان نفلص منها بالمرة. دلوقتي لو انا جيت بقى قلت لك كلمني على الارتر ممكن يجي لك كده سؤال كلمني على الارتيريا بتاع السيرفيس اف سيربرول هاسفيري هتقول لي والله تعالى نمسك كل سيرفز منهم. السيرفز ده. السيرفز ده. السيرفز بالكامل بالميدل سيربرول الارتري ما عدا ما يلي. على السيرفز طبعا وماشي مع السيرفز اللي عن احية التانية. قال لك ده سبلايب ايه؟ سبلايب بالانتيريو سيربرول الارتري. طيب الاكسيبيتال اللي موجود وراء ده كده مع الاسترام اللي موجود تحت على الانفيري وربارت ده كده دول صلايب بالقستيريو السيربرول الارتري. طيب تعالى كلمني على مع ميدال سرفس ستجد انه صد لايب الأنتيريسيرول آرتري في معظم أجزاءه مع دميال الأكسيبتال بول ده الده الكامل صد لايب الاكسيبتال بول كامل صد لايب بالبستيريسيريسيريبرا مع ميدال تمبور البول انا عايز على الهنا كده. التدي. عشان ده فهو صلايب بالميدل سيربول ارتري. طيب تعالى اكلمني على سنوصي اقول لي سليني متاعي الكوربوس كالوزم صلايب بالبوستيريور. السلونس صلايب بالبوستيريور. بس هو هنا السؤال ممكن يجب ايه? سيربرا اللي بس فيه كورتكس. كلمة عن كورتكس. على السلونس بفضيلات ما هو經 Wes vs يcool القبيلة الوظهر على الجزء بتاعي والنيوكلييل واضي ده. سيتقول لي الكورتكس. طيب بنسبة لل أسميه لي أوربطال بارد وأسميه لي تنتوريال بارد الحكوي سال يجب ايه? سال يجب سال في الكورتكس. هالي perfect name耳ฐ ايه سال يجب أن تأكب بال Pendulum وبقية التنتوريال بورت بالكامل سبلاي بالبستير والسير بالأرتري كده نحن خلصنا بلات سبلاي بتاع البريم في صورة رسمتنا فهنا اتكونوا نسفاتكم من هذا الفيديو ده اشوفكم بخير في فيديو جديد السلام عليكم